بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله خبر مهم لنا كلنا خاصة للطلاب اللي هيروح المدارس حتى لو هتروح يومين ليه بقى؟ لأن فيه أستاذ دكتور مناعة بواشنطن قال أن من المحتمل حدوث موجة تانية من الوباء الحالي إن شاء الله ما يكونش فيه حاجة يعني ولكن ده تخمين من الدكتور قال مع بداية الشتاء قال الدكتور أشرف الفئة استشاري العبحاث الكلينيكية والمناعة بواشنطن إن وجود موجة تانية من الوباء الحالي مع بداية الشتاء صحيح بنسبة 100% وقال إن الفيروس الحالي مستمر والكمامة بتقلل الإصابة وبتضعف الفيروس كلام ده قاله خلال مداخلة هاتفية وقال إن الفيروس لسه موجود ولم يضعف حتى الآن وقال إن حكومات الدول المختلفة والإعلام لهم دور كبير في منع انتشار الفيروس وأكد إن الدول المعتاد شعبها على ارتداء الكمامة أقل تضررا دي طبعا بيأكد لنا إن لازم الجميع يرتدي الكمامة مضيفا إن الوضع في أمريكا سيء جدا ووصل لخمسة مليون إصابة وقال إن الأزمة الحالية لم تنتهي وبيدعو المواطنين في جميع الدول بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خالب لكم مهم جدا خاصة اللي هيروحوا المدارس إن شاء الله لأن طبعا سن بيكون صغير بتكون المناعة أضعف دكتورة رانا مديرة البرامج في منظمة الصحة العالمية قالت إن الموجة التانية من الفيروس مرتبطة في فصل الشتاء وبيقل انتشارها في الأماكن المرتفعة فيها درجة الحرارة وقالت إن في بعض الدول من بالمنطقة بدأت فيها الموجة التانية من انتشار الفيروس الحالي وقالت إن ما زال في مرحلة الخطر بشأن الفيروس ولن ينتهي الخطر إلا بظهور لقاح إن شاء الله طبعا نعمل من ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أوسع من كل شيء إن ما يكونش فيه موجة تانية ولكن يجب إن احنا نقصوا الاعتبار لإجراءات الاحترازية وقالت إن في دول كتير بتعمل على إنتاج لقاح علشان يقضي على الفيروس الحالي وقالت إن ليوجد لقاح فعال حتى الآن على الرغم اللي زي ما شفنا روسيا والصين قالوا إن هم أنتجوا لقاحات ولكن هي مش فعالة لفترة زمنية طويلة وأوضحت مديرة البرامج في منظمة الصحة العالمية قالت مش هنوصل لسفر في الحالات إلا بمساعدة الأشخاص وبالالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل مستقل ربنا إن شاء الله يرفع عنا الوباء والبلاء وإن شاء الله ينتهي في أقرب وقت ولكن لحين الوقت ده اللازم كلنا نلتزم بالإجراءات الاحترازية ونلتزم بارتداء الكمامة حتى بالنسبة للطلاب اللي يروح المدرسة حتى لو المدرسة يومين أما حاجة تباعد اجتماعي ما تقربش من زميلك وما يكونش فيه تجمعات